يا من قدر لكم خدمة المجتمع والناس وهذا فضل كبير وأجركم عند الله أكبر فأنتم للعدالة رمز وأنتم للحق صوت وقد سخركم الله سبحانه وتعالى لهذا العمل المجيد من أسرة المظلومين وتحقيق العدل ولكم منا أخلص التماني والأمنيات أعزاء المشاهدين في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم في برنامج صورة من الشعب وموضوع حلقتنا اليوم بنتكلم عن المحامي ودور المحامي في المجتمع ويكون ضيفنا وضيف حضراتكم المستشار القانوني خارد غنيم المحامي بالنق والإدارية العليا والدستورية ورئيس رابطة محامين الأليوبية أهلاً بحضرتك خالد بيه أهلاً بيك يا أستاذ محمد وأنا طبعاً سعيد جداً إن أنا مع حضرتك وسعيد بمشاهدينك وإن شاء الله تكون حلقة جميلة بإذنة أنا مع حضرتك طبعاً بالنسبة للمحامي ودور المحامي والمحاماة من المهن العريقة السامية عايزين نعرف من حضرتك بالنسبة كدور المحامي وإزاي نعلم شباب المحامين إن هو المحامي يكون محامي كفر بسم الله الرحمن الرحيم مهنة المحاماة قبل أن تكون مهنة فهي رسالة ورسالة سامية رسالة المحاماة بتتضغط زي ما كان زمان بنقول إنها مهنة النبلاء ومهنة العظماء وكانت بتسمى مهنة الوزراء وكان كل وزير يا أستاذ محمد بيتقلد أي منصب وزاري كان لابده أن يحصل على شهادة الحقوق حتى وزير الصحة كان بيشترط عليه لو تولى وزارة بعد أن يتولى الوزارة إن هو يدرس في كلية الحقانية أو في مدرسة الحقانية مهنة المحاماة أو رسالة المحاماة بتتطلب من من يمارسها ودي ممكن نصحتنا شباب المحامين وإخواتنا شباب المحامين إن المهنة بتتطلب منك الأمانة وتتطلب الكراءة الدائمة والاطلاع الدائم والثقة بالنفس والاحترام للنفس والغير وأنت تكون لديك الأمانة الكلمة ولديك الأمانة مع موكلك النهاردة يا أستاذ محمد لما بيجي لحضرتك موكل فبيخلع عندك سترو بيخلع عندك مشاكله بيعطي ليك كل أسراره فإن لم تكن مؤتمن على هذه الأسرار طبعاً ده بيعمل خلل كبير جداً في المجتمع طيب حضرتك دلوقتي عرفنا من حضرتك بالنسبة لدول المحامي كعمل مهني لأداء مهنة المحامات بكل صدق وبكل أمانة عايزين نعرف من حضرتك دور المحامي كعمل نقابي بالنسبة كعمل نقابي كناخد تماماً نقابة المحامين يا أستاذ محمد هي من أعرق النقابات وطبعاً أنشئة سنة 1912 زي ما حضرتك وكل زمانينا المحامين عارفين أن هي بقالها أكتر من 100 سنة فهي نقابة نقابة عريقة عراقة نقابة المحامين دي بتتطلب ممن ينتمون إليها ويحتضنون بها أنهم يكون لديهم الإيجابية الدائمة ويكون عندهم المشاركة والإيجابية وأن يختاروا أنا بكلم حضرتك على الناخب بقى دلوقتي كمحامي كناخب يحسن قعده جمعية عمومية حضرتك بالنسبة لجميع المحامين قعده جمعية عمومية دوره كناخب إيه بسر دوره كناخب أنه هو يحسن اختيار من يمثله أن يحسن الاختيار أنه نبعد عن العصبية ونبعد عن أهل السقة ونختار أهل الكفاءة للأسف اللي بيضيع كل الكينات اختيار أهل السقة وترك أهل الكفاءة النهاردة لو إحنا عندنا بيتم اختيار من يمثل المحامين بشكل جيد أن ينتخبوا من يسعى في مشاكلهم أن ينتخبوا من يصهر على راحتهم أن ينتخبوا من لديه البرنامج اللي يحقق طموحات المحامي ده دورك أنت كناخب دورك أنك ما يكونش عندك السلبية ما يكونش عندك الارتكان اختيار المرشح الصحيح من يصلح ومن يصلح من يصلح ومن يصلح لازم يكون فيه مواصفات معينة أنت بتختار بناء عليها فلو كل فرد من أفراد نقابة المحامين قام بالدور المنوط به والدور أن يكون دائما المتابعة لما يحدث داخل نقابة المحامين وأن يحسن اختيار من يمثله نبعد عن الشلالية ونبعد عن الاختيارات للأسف الموجهة عن متى للأسف اللي بتخلينا نصل إلى مراحل كلنا يعني تتعبنا فيها احنا عايزين الناخب اللي ينزل ويختار ويختار الشخص المناسب للمكان المناسب ده ده اللي أنا بتمنىه ده اللي بتمنىه من كل محامي في الجمعية العمومية ولكن للأسف احنا ما بنلاقيش ده أستاذ محمد احنا ما بنلاقيش المحامي العضو الجمعية العمومية بيقوم بالمهمة بتاعته دي حضرتك في الدورات السابقة بالنسبة لانتخابات نقابة المحامين كنقيب أو أعضاء كان هناك فيه عزوف كبير بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية عن أداء دورهم الانتخابي يعني حتى المحامي بيكون داخل المحكمة والمكان الانتخابي أو مكان الانتخاب بيبعد عنه عدة أمطار وما بيدليش بصوته أو بيقول أنتخب مين أو أرشح مين ايه سبب العزوف ونسبة الحضور تتراوح ما بين من 10% أو 15% أو 20% زي ما عليك بتقول لو رصدنا الجمعيات العمومية السابقة في خلال السنوات اللي فاتت دي ولو رصدنا الانتخابات ما بين انتخابات نقابة ما بين انتخابات جزئيات ما بين انتخابات فرعيات لو رصدنا هنلاقي فعلا النسبة اللي حداك بتقولها ويمكن تقل عنها كمان يمكن تقل عن العشرة أسباب العزوف يعني على آخر جمعية عمومية تمت في نقابة المحامين اللي قيل إن هي الحضور 18 ألف اللي قيل طبعا إن هي 18 ألف لما تكون 18 ألف وإحنا أكتر من 200 ألف محامي يعني أنا بتكلم في نسبة لها تتخطط 8% أو 9% هذا لا يليك بنقابة المحاميين هذا لا يليك بأعرق نقابة هذا لا يليك بمن يتحملون أمانة الدفاع عن الشهر سبب العزوف يا أستاذ محمد هو عدم المصداقية عدم الثقة الفقدان الثقة بين المحامي الشاب وبين المحامي عضو الجمعية العمومية ومن يختاروه ومن يمثلوه معظم من يختاروه عشان ما نقولش إن كل من لا طبعا أكيد في ناس محترمة وفي ناس بتشتغل وفي ناس بتقوم بواجباتها وفي ناس بتقوم بدورها لكن أنا للأسف عندي لو قلتلك معلش أن في 56 عضو لو طرحت على المحامين على الجمعية العمومية للمحامين مش هيقول لك أكتر من أربع خمس أسامي اللي هما ممكن يكونوا كانوا بيتواجدوا مع المحامي فقدان الثقة بين الشباب المحامين يا أستاذ محمد اللي إحنا بنتمنى من أي حد هيتقلد منصب نقيب المحامين وإحنا على أعتاب انتخابات وأي حد هيقدر له إن هو يكون في انتخابات النقابة المحامين العامة إنه يكون عضو عامة أو يكون نقيب فرعية أو يكون لازم ترجع الثقة للشباب اللي فقدت سبب العزوف إن الشباب فقدت الثقة إن الشباب ما بقاش عندها للأسف انتماء ما بقاش عندها انتماء لنقابة المحامين يا أستاذ محمد بقى كل همه دلوقت إنه بينزل يروح يحضر جلسته أو الأستاذ اللي هو شغال معاه في مكتبه يبعته يجيب له شوية كارات إدارية يروح يحضر جلسة يأجلها ولا يحضر جلسة يتكلم كلمتين لكن إنه هو يهتم بالدور النقابي للأسف أصبح مفقود السبب إيه يا أستاذ محمد السبب هي عدم السقة عدم السقة بيقولك أنا ما اخترت قبل كده عملوا لي إيه كل واحد بيسعى بعد كده لمصالحه إلا ما نرحم يا رب يعني إحنا بنلاقي حضرتك يعني بتحمل العبق دلوقت على المرشح بحيث إنه هو يقدم برنامج انتخابي جيد بحيث إنه هو يجذب جميع أعضاء الجمعية العمومية كناخبين وفقا للبرنامج الانتخابي اللي بيتم تقديمه والمفروض حضرتك تتلاشى موضوع اللي هي اللي بيقف أمام اللجان وبعد المحامين كأعضاء جمعية عمومية بيخش ما بيعرفش مين المرشح فبيتم توجيه من قبل أفراد الموجودين اللي هو من قبل المرشح يقول له اختار رقم 18 رقم 17 رقم 58 تمام فعايزين حضرتك تتلاشى عايزين الظاهرة في الانتخابات القادمة يا أستاذ محمد في قلوبنا غصة مما يقال في قلوبنا حزن شديد إزاي نقابة المحامين إزاي فرسان الكلمة يكونوا بيسمحوا إن حد يوجههم أو إن حد يقول له ادخل انتخب كذا من غير ما أنت ما تكون عارف إيه البرنامج الانتخابي بتاعه أستاذ محمد أنا عايز برنامج انتخابي لأي حد يعرض نفسه على الجمعية العمومية للمحامين أنا عايز أعرف أنت برنامج الانتخابي بتاعك إيه أنا عايز برنامج انتخابي يحقق طموح نقابة المحامين يحقق طموح الجمعية العمومية للمحامين أنا عايز برنامج انتخابي يبدأ مع الطالب في كلية الحقوق من أول ما يدخل كلية الحقوق لحد ما يتوفقه الله أنا عندي مشاكل من ينتمونا إلى نقابة المحامين مشاكل كبيرة يا أستاذ محمد إحنا أحزلنا، إحنا شجونا، إحنا هممنا، إحنا هممنا كبيرة أنا عندي مشكلة علاج أنا عندي مشكلة معاش لا يوفي باحتياجات حضرتك مشروع العلاج قائم بالنسبة للمعاش قائم تمام، تمام أنت حضرتك دلوقتي بيتم رفع سقف حضرتك بتقطب بقى رفع السقف بالنسبة للعلاج أو بالنسبة رفع السقف بالنسبة للمعاشات إنما المشاريع دي قائمة طيب، هو إحنا مشروع قائم أنا معاك إن مشروع قائم ومشروع العلاج لنقابة المحامين هو من أقوى المشاريع على مستوى النقابات حتى إن حينما تم تفعيل المشروع العلاجي لنقابة المحامين استفادت منه جمعية القضاء وأرسلت لنقابة القائمين على نقابة المحامين وطلبت منهم ان هم ياخدوا منهم الفكرة كيفية الاهتداء بهذه الفكرة ازاي انتوا عملتوا انظام العلاج ولكن للأسف يا سيد محمد احنا كل يوم بيحصل ان انا بلاقي زملاء لا يجدون العلاج يعني النهاردة عاملين سقف للعلاج على سبيل المثال 45 ألف أو 50 ألف جنيه انت حضرتك كنقابة عاملة سقف للعلاج 50 ألف جنيه انا عندي احد الزملاء كنا لسه بنزوره الاسبوع اللي فات عمل عملية باكتر من 80 ألف جنيه عملية واحدة عمل خمس عمليات يا سيد محمد كل عملية منهم تتراوح من 80 ل 100 ألف جنيه يعني صرف اكتر من 400 500 ألف جنيه انت كنقابة المحامين عملت له ايه طلعت له شيك ب25 ألف جنيه يا أستاذ محمد للأسف المحامي طول ما هو شغال وطول ما هو وقف على رجله هو باشا زي ما بيقوله لكن للأسف أول ما بيقع أول ما بيمرض أول ما بيخرج على المعاش بيتحول لحاجة تانية بنلاقي للأسف أن فيه على سبيل المثال بعد وفاة المحامي يا سيد محمد تطلب النقابة هتقول لي ده قانون أنا النهاردة أدخل أنت عملت تعديل للتشريع ليه ما عملتش تعديلات تفيد المحامي ليه ما عملتش تعديل قنقابة أو قدمت القانون المحامية أنت قدم تعديل على قانون المحامية الكل يعلم لماذا قدم هذا التعديل طب قدم ما يفيد المحامي يعني النهاردة اللي بيخرج على المعاش الورا سبتوعه بيطلب منهم يا أستاذ محمد أن يجيب لي توكيلين على كل سنة واحد مات طرق مكتبه وطرق الحياة كلها هو المفروض يتعامل طالما مجدد خلاص انتجددت إحنا بنطالب من خلال منبر حضرتك القائمين على نقابة المحامين وإحنا إن شاء الله على أعتب بإذن الله انتخابات جديدة ونتمنى أن تصفر هذه النقابات عن أناس وعن محامين محامين أصحاب ملف أصحاب مهنة أصحاب أرواب نتمنى أن تصفر الانتخابات اللي جاية مع التعديل اللي حصل للقانون بدل ما كان عندنا 56 عضو يا أصحاب محمد الناس كانت بتوه فيهم بقى عندنا الحمد لله دلوقت في التعديل 28 عضو هيديني المفروض يعني هيديني عضو قوي لأن انت بقى عندك على كل محكمة استئناف عندك عضو مثلا عن القاهرة أو عضوين ده هيديني عضو قوي أنا بتمنى وبطرح عليكم أعملوا اللي يخلي يلبي طموحات المحامين اللي يصون كرامة المحامي في حياته ويصون كرامة أهله وأولاده من بعده مش لازم أنا عشان واحد مات ألزم أسرته أو أرملته أو أولاده إن أقول لهم هتولي توكلات على كل سنة طب هيجيبه لك منين إذا كان العائل بتاعهم توفاه الله هو هيجيب لك منين هيقرف إزاي يدخل مكتبه إحنا نفسنا يا سيد محمد وإحنا على قيد الحياة لما يجي أقول لك يا سيد محمد هاتلي توكيل كده من عندك من سنة 2006 ولا 2007 أنت نفسك حضرتك هتلاقي الموضوع صعب إحنا بقينا نعمل إي دلوقتي بقينا نعمل ملف كل واحد كده للمحامين يعمل ملف يسميه ملف الأسر المعاش ملف المعاش ويسيبه بعدما يخلص للأسرة عشان ما يقعدوش يسألوا إحنا عايزين ما يحفظ كرامة المحامي في حياته يا سيد محمد ويحفظ كرامة أسرته بعد ما ماته وإحنا بالنادي أي حد لازم تحط في برنامجك الانتخابي الحفاظ على كرامة المحامي هي أهم حاجة هي اللي إحنا بنطالب بيها هي هي اللي لو حتحققت لنا كرامة المحامي هيتحقق كل شيء إحنا مش بنطلب فلوس ولا بنطلب أموال ولا بنتكلم إحنا تموت الحرة ولا تأكل بسديايا إحنا لا نستعمل لو إحنا مواردنا قليلة لا ده إحنا الحمد لله على لسان الأستاذ سمع عشر النقيب بيقول إحنا 600 مليون اللي في الخزانة وصرفنا مليار وصرفنا كذا وصرفنا كذا يعني أنت عندك موارد الحمد لله طيب وظف الموارد دي وظفها لما يحفظ كرامة المحامي طيب حضرتك دلوقتي إحنا على إعتاب انتخابات نقاط المحامين بالنسبة كنقيب وأعضاء بترجع بإيه بالنسبة لطرق اللي يتخذها المرشح لمقعد النقيب وكأعضاء في عرض برنامجه الانتخابي بحيث أن البرنامج الانتخابي اللي بيقوم بيه المرشح كنقيب أو المرشح كعرضه في لقابة المحامين عرض البرنامج الانتخابي بتاعه بحيث أن هذا البرنامج يصل لجميع أعضاء الجمعية العمومية لجموع المحامين على مستوى جمهورية مصر العربية طيب يا سيد محمد إحنا حضرتك عندنا إن شاء الله في الانتخابات اللي على الأبواب عندنا نقيب ومعه 28 أعضاء مجلس وعندنا بعد كده فيه أعضاء الجزئيات وأعضاء الفرعيات والنقاباء الفرعيين كويس؟ أنا النهاردة كنقيب أنا أعايز بقى برنامج حضرتك تنزل البرنامج بتاعك كل من هو يترشح على المنصب النقيب يتفضل حضرتك مشكورا ينزل لي البرنامج بتاعه يقول لي أنا البرنامج بتاعي 1 2 3 أنا هقراه كناخب هقدر من خلاله أفاضل وأقول آه أنا هقدر أختار صاحب البرنامج ده إحنا عادي نعرف حضرتك الطريقة اللي يوصل بيها اللي هو المرشح لقناقيب أو قاعد برنامجه الانتخابي يصل لأعضاء الجمعية العمومية ككل الطرق كتير جدا يا سيد محمد أنا أهم طريقة بالنسبة لنا شخصيا ولا أنا بتمنى أن كل ناء أن كل مرشح أنه هو يقوم بيها أنه هو ينزل ويتواصل مع المحامين داخل غرف المحامين وداخل المحاكم لازم ينزل لأنت أنت مرشح كنقابة أو مرشح كعضو أو كنقيب انزل للمحاكم ما تعملش مؤتمرات وتقول كده أن الناس بتأيدني لا انزل المحاكم انزل في غرف المحاكم طبعا يا فاندي فيه درامج محترمة زي منبر حضرتك يقدر يعرض برنامجه عن طريق التواصل الاجتماعي النهاردة أصبح العالم كله كرية صغيرة زي ما بيقولوا أنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقدر أنت كمرشح أي مرشح عايز يعرض نفسه على الجمعية العمومية يقدر بكل أريحية أنه هو يتواصل مع الجمعية العمومية مع أفراد الجمعية العمومية ويوصل لنا برنامجه أنا عايز برنامج علاج محترم أنا عايز برنامج يبدأ مع الطالب بتاع كلية الحقوق من أول ما يدخل كلية الحقوق لحد ما يتخرج بيتدرس له إيه أو السيد محمد مش عايزين أنصف متعلمين حتى المناقج الدراسية أنت كنقب محامين من حقك أنك تخاطب الجهة المختصة كلمة أخيرة عضلاتك توجهها بالنسبة أعضاء الجمعية العمومية والسادة اللي يتم ترشحهم كنقيب وبالنسبة أعضاء في النقاب كلمة أخيرة إحنا خلاص يعني عشان الوقت طيب يا سيد محمد دايما يدهمن الوقت مع حضرتك يعني الكلمة للناخب يا سيادة الناخب يا سيادة المحامي يا زميل يا راجل يا محترم خليك على قدر مسؤولية نقابة المحامين نقابة المحامين اعتبرها بتناديك عليك دور وطني وعليك دور قومي تجاه نقابتك انسى السلبية ابعد عنك السلبية شارك في كل حدث يحدث لنقابة المحامين أما المرشح اتقوا الله في الناخبين واتقوا الله في نقابة المحامين كل من سيأتي على مقعد نقاب المحامين أو عضو مجلس على نقابة المحامين بقوله اتقوا الله في نقابة المحامين ولا تضيعوا أعرك وأقدم قلعة للحريات وستظل إن شاء الله نقابة المحامين قلعة للحريات بإذن الله إلى آخر الزمان عزاء المشاهدين في كل مكان في نهاية حلقتنا بنتوجه بكامل الشكر للسيد المستشار خالد غنيم المحامي بن نقد والإدارية العليا ورئيس رابطة محامين الأليوبية شكرا مع المستشار شكرا جدا أستاذ محمد وأنا بشكر طبعا مشاهديك وبتمنى إن نكون ضيوفك وفاف عليهم يعني شكرا عزاء المشاهدين وانتظرونا في حلقات قادمة في برنامج صورة من الشعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته